السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايه زيكم عاملين ايه يا رب دايما انتكونوا بخير هعملوكم النهاردة الجلاش بطريقة جديدة وحلوة قوي وطعمها وشكلها تحفظ يا سلام غلقانة في الشوكولاتة بجد طعمها حلو قوي وحاجة جديدة كده من الجلاش هنعملها ان شاء الله بطريقة سهلة جدا وبسيطة عندي لفة جلاش في التلاجة والله بقالها يجي اكتر من اسبوع طلعتها وفتحتها كده وجهست صنية وثمنة طبعا انت عارفين اساسيات الجلاش السمنة اساسي معنا وجدت الصنية بتاعتي اللي هعمل فيها على طول صنية تكون ارتفاعها كده بسيط علشان تبقى سهلة معي لو ما عنديكش هتستعمل اي صنية عادي مفيش اي مشكلة هدهنها سمنة كويس جدا وابتدي اشيل كل رقتين من الجلاش وابتدي افرده في الصنية كده بالشكل ده حتى لو متقطع عندك مفيش مشكلة هتحطيها كده بشكل زي ما انتوا شايفيني بحيث انها تكون متوزعها الصنية كلها والاطراف هنتنيها لجوه وهندهنها بالسمنة صنية الجلاش دي مش هنحشيها باي حشوة هنعملها سيدة هنحط كده بين كل طبقتين وطبقتين سمنة ونوزع السمنة بتاعتنا بعد كل طبقتين من الجلاش حبيت الطريقة دي قوي لانها سهلة ومش محتاجة حشوة ومش محتاجة اي حاجة وطعمها كمان مختلف تماما عن الجلاش دايما اللي بناكله بالحشوات المشهورة بتاعته المعروفة بحاول دايما الف الصنية في كل مرة بحط فيها ورقة الجلاش بحيث انه التانية لما تيجي تيجي متساوية من كل الجوانب انا هنا خلصت وحطت اخر طبقة من فوق الطبقة الاخيرة بحاول اساوي كده الصنية من الجوانب بالسكينة هوريها لكم دلوقتي يعني اخر طبقة من فوق كده بحطها وما بطبقهاش بقى او ما بتنيش الحتة دي لا بقصها كده بقطحها بالسكينة علشان يبقى شكلها متساوي وشكلها حلو جدا ولكن الطبقات اللي من تحته كنت بتنيها عادي بس طبعا زي ما قلتلكم في كل مرة كنت بحط رقات الجلاش كنت بلف الصنية علشان يبقى صمك الجلاش من كل ناحية زي بعضه طبعا انتوا اكيد ستات بيوت شطرين جدا وفاهميني هنا خلاص هبتدي اقطع الصنية بتاعتي هنا كل طبقات الجلاش حطاها بدون اي حشوات بابين كل طبقتين سمنة سايحة انا هنا بقطحها زي كاني بقطع بيت زي كده مثلا تقدري طبعا تقطعيها بالطريقة اللي تحبيها بس انا حبيت الطريقة دي اكتر في اللي هي بيكون عليها صوص الشوكولاتة صوص الشوكولاتة يريد تجيبين اللي هو بتعم البندق يعني مش عايزين نقول شركات بس اللي هو زي النوتيلة بس ممكن تجيبوا الانواع الارخص شوية بيبقى طعم واحلو برضو جميلة وبتقضي الغرض انا هنا بقى بعد ما قطعتها هبتديت احط سمنة على الطبقة الخارجية حاول اسبت بايدي كده لانه طبعا هي مت قطعها فهتبتدي تتزحلق معايا لازم قدهنها كويس سمنة لانه لو ما تدهنتش كويس سمنة ممكن تتحرق مني السمنة هي اللي بتديها اللون الدهبي المقرمش الحلو ده كده تمام انا مسخنا الفرن بتاعي على درجة حرارة مية وتمانين وهحطها في الرف الوسطان كده بقت جهزة معايا تخش الفرن على طول ادخلها الفرن وارجعها الكتين هنا بعد ما غرجت من الفرن ما خدتش وقت خالص تخلي بالك انك تكون قريبة منها اول ما تطلع من الفرن احط عليها كوباية من الشربات هو كان موجود عندي الشربات طبعا احنا عارفين كوبايتين من السكر كوباية من المية وعصرة نص لامونة ولو عندك معلقة عسل نحل بتحطيها عليها وهي سخنة زي ما هي برضو بعد ما حطيت الشربات ويشربها تماما يعني هي شربت الشربات طبعا عايز اقولكو كوباية الشربات دي قليلة على صنية الجلاش بس انا عملت كده علشان نوي احط شوكولاتة مش عايز احط اكتر من كده سكريات فاكتفيت بكوباية الشربات وابتديت احط بقى صوس الشوكولاتة او الشوكولاتة اللي هي النوتيلة طعمها بقى جميل جدا جدا طبعا انتم عارفين النوتيلة بيبقى طعمها عامل ازاي فهمش قادر اوصفلكو بقى جمالها احاول اوزحها كده بطريقة شكل عشوائي هي شكلها كده بيبقى حلو هنحط اي نوع مكسرات عندنا يعني لو مفيش اي نوع مكسرات شوية سوداني مفيش اي مشكلة وتعمليهم بالسكينة كده تكسريهم بالسكينة وتحطيهم على الوش بيدوا شكل حلو وطعم حلو او عجبتني لانها سهلة جدا وبسيطة زي ما انتم شفتوا محتاجناش حشوات ولا اي حاجة وتعملت في ثواني وماشاء الله كمية كبيرة صانية دي صانية كبيرة لبتاعت ثواني البسبوسة دي اكبر صانية وعملتي حلويات من غير اي مجهود لو عجبتكم الطريقة ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته